اشهد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زيد بن رشد الزياني بتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وقرار سموه بالموافقة على توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشأة الجهة الحكومية حيث قرر المجلس أن تشمل الأفضلية المعمول بها حاليا بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية أيضا المناقصات وبذات النسبة وهي 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذا القرار من شأنه أن يشكل دافعا وحافزا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرضية قوية تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص ونحو مزيد من التنفسية والتوسع والنمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها التجارية أقامت غرفة تجارة وصناعة البحرين احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 وذلك تحت رعاية معالي الشيخ شام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وبالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال الشيخ شام بن عبد الرحمن خلال كلمته الافتتاحية بأن المحافظة أولت أهمية خاصة لدعم وتنكين الشباب للانخراط في سوق العمل وإنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال تبنيها للعديد من الأنشطة والبرامج التي هدفت إلى تأهيلهم وتعزيز قدرتهم وإمكاناتهم ليكونوا قادرين على تكوين مشاريع جديدة ونشئة وأكد المحافظ بأن تم استحداث جملة من السياسات والأنظمة والاستراتيجيات تصب في مصلحة تمكين الرواد في النشاط الاقتصادي وبفضل ذلك نالت المنامة لقب أول عاصمة لرواد الأعمال والإبداع العرب للعام 2014 لتضع بذلك محافظة العاصمة منذ ذلك الحين بصمتها على خارطة ريادة الأعمال والاستثمار ومن جانبه أشاد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد عبدالجبار الكوهجي بالدور الفاعل الذي تضع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم عاجلة الاقتصاد الوطني بصفتها أحد ركائز ودعائم النتج المحلي خاصة وإن نسب تمثيلها في السوق المحلي يقارب نحو 93% من إجمالي نسب المؤسسات المحلية ولا المشاهدين أترككم مع سعر صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى 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 نواصل مشاهدين النشرة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث ترجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.36% مقفلا عن مستوى 1538 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوكة التجارية وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.991.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.459.000 دينار تم تنفيذها من خلال 132 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوكة التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت عن مستوى 8.850 نقطة بارتفاع نسبته 0.31% في ظل صعود أسهم قيادية في قطاع النقل ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع نسبته 1.40% وذلك بفضل صعود قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدم نسبته 0.23% لسبب تقدم غالبية مؤشرات البورصة فيما أقفل السوق دبي المالي متقدما بدون أي تغيير عن معدل الإقفال السابق وذلك بدعم من أسهم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبته 0.03% ويرجع ذلك لارتفاع كافة مؤشرات البورصة العمانية ارتفعت قيمة التجارة تجارة السلع بين المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي إلى 18.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 بنمو نسبته 20.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 ويعد مستوى التبادل التجاري المسجل بين الجانبين الأول من نوعه منذ بدء العلاقة التجارية بينهما وذلك وفقا لأرقام مركز إحصاء أبوظبي وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية شكلت تجارة الإمارة مع السعودية نحو 25.6% من إجمالي تجارتها مع جميع دول العالم خلال الفترة من يناير وحتى إبريل من العام الجاري التي وصلت إلى 71.44 مليار درهم وقع العراق والبنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار وبفترة إنجاز للمشروع تمتد لخمس سنوات وسيكون سداد القرض على فترة ما بين 10 إلى 15 عاما لتحسين ودعم مشاريع الطاقة في المناطق الجنوبية من البلاد وقال وزير المالي العرقي فؤاد حسين أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن العمل المشترك مع البنك الدولي لدعم المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين وأساسا لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظة الجنوبية وجزء من الحل لمشكلة الخدمات في محافظة البصرة والمحافظة المجاورة لها مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل خطة فيسبوك لطرح عملة رقمية مشفرة تثير البنك المركزي الأوروبي جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديده بطريقة إدارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت وحملها مسؤولية الفوضى القائمة حاليا معربا عن سروره لرحيلها القريب وقال ترامب في تغريره على موقع تويتر أن لديه ملاحظات كثيرة على طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة تيريزا ماي لبريكسيت مضيفا أنه قال لها ما كان يجب القيام به لكنها قررت التصرف بشكل مختلف وفقا لوكالة فرانس برس ولفت إلى أن الخبر السعيد بالنسبة إلى المملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة دعت رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الصيني هوشيان ليان للإسراع بخطى إصلاحات تهدف لتحويل العملة الصينية لعملة عالمية وحذرت من أن مخاطر خارجية مرتبطة بالحماية التجارية العالمية قد تضر بالقطاع المالي وأكدت ليان على الحاجة لتعزيز قدرة القطاع المالي الصيني ككل على المنافسة كشرط مسبق كي تصبح العملة الصينية عالمية بما في ذلك جهود تحديث المؤسسات المالية والتوسع في الانفتاح والتحديث المالي وإزالة التشوهات في تسعير القروض ولا المشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية قال عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي بينوا كوريه أن الجهات الرقبية المالية يجب أن تتحرك بشكل سريع من أجل استعداد لاقتحام عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل شركة فيسبوك النظام المالي ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ دفعت خطة فيسبوك لإصدار عملة رقمية تسمى ليبرا صناع السياسة للبحث في الأمر ودراسته وتعمل الجهات المالية الرقبية الرئيسية الثلاث في بريطانيا معا من أجل إيجاد أفضل طريقة للتعامل مع ذلك وقال محافظ بنك إنجيلترا المركزي مارك كارني أن البنك يتعامل بشأن ذلك بعقل منفتح وليس بترك الباب مفتوحا اشتركوا في القناة